السلام عليكم وحمد الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وبركاته على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين ان شاء الله اليوم تبع معي مقادر وطريقة تحضير الوحد الحلوى كنتم لنا اعجاب لكم ان شاء الله لدينا واحد الكاس للزبدة مارغارين انتم ما دروا زبدة اللي بغيتو ندرس ماندار مارغارين يعني كاس مية وخمسين كرام هاكاك للزبدة هندوبتها شوية باش تجني ساهلة في الخدمة هادو هما الحلويه اللي درت العيد كنتمنى ينالوا الاعجاب لكم وان شاء الله اخبرت قصدت الزبدة قصدت الملحة كما العادة فاني واني تنسي يسمي لنا الحلوى هاد الحلوى كثير رائعة رائعة ومقرمشة وزوينة بزف لا نضع شيئا حتى نجربها حتى تصدق هذا نضعها نص كاس نص كاس تكون حلوة بزف هذه الحلوة اللي جربتها ستشكروني قرمشة وزوينة والمقاطر ديلها بساط لا يوجد قوة تعقيدات وقد جي مشقة كاملة هنا كاس ديل كوكو مطحون مقلي ومحيدة للقصر هنا كاس ديل زنجلان محمر شوية نعبره كاس عامر كاس شوف اجبار كلاد الحلوة كمية ديل الزرار اللي فيها كاس ديل الزيس ما عمرش كاس العرب لان ندردنا كاس ديل زبدة هنا كاس العرب ديل الزيس خمرة وحيدة فقط نخلط هذه المكونات بيدينا بحلقة نعجنوهم كوكا وزنجلان زبدة زيت خميرة البانية قبصة الملحة نسكستي السكر هذه المكونات اللي فيها هذا السرع يضع قرماشها وفي نفس الوقت صحيين سهل هذه الحلوة في نص ساعة وجديها سوف نساجم هذه المكونات مع بعضياتهم ونزيد الطحين دائما نطحن على حسب الخالط لان عندي الخالط هنا تقيل يعني كينين الزرار ونشي الخالط جاري بشكل 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 تقريبا تقريبا نقوم بشكل عيني ميزاني تنجم على جينا مكونات خالطهم كاملين نقوم بشكل قبصة القرفة ونصورها معكم هاي نقوم بشكل نصف محلقة صغيرة هاي كياتشي فيها زوينة كتعطانكها مميزة صفي هنا عندهم ما كتشوفو زلفة شحة الكاتز كاتز كاتز ربع ديالطحين تزافع عامرة عند قنسة في الطحين شوية بشوية حتى نشوف شحال جمعت لي شحال جمع لي هاد الخالط للطحين في الأعيد مثلا بغش نكتر الحلوة بزيف المهم مشاركة والطريقة للتحضير كتجي روعة هاد الحلوة بنينة ومقرمشة وصحية لان فيها ازرارة فيها زمع كوكو وانتو ما اندرسوا احد شيء مزر للطحين مقرمشة 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 كنت تمنى أتنا الإعجاب ديالكم يكونوا خفيفة فعليكم وإذا فيديو قديم إن شاء الله بيحوي وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورزاكم الله خير على المتابعة على المشاركة وعلى المشاهدة كنت تمنى الله تعالى يجلعب الميزة الحسنة ديالكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا